السلام عليكم انا منالة محمد رسامة ومدربة رسم راح اشرح اليوم رسم العين راح يتقسم هذا الفيديو لعدة اجزاء الجزء الاول راح يكون تخطيط رسم العين المبتدئين باستخدام شبكة التربية وبنهاية الفيديو اتمنى الكالي يتفاعل معي يروح يرسم يجرب طريقة رسم العين يختار العين اللي هو يبيه يرسمها ويرسلها لي على الخاص في الانستجرام او الواتساب او سنابشات في اي مكان حسابات التواصل موجودة في الاسفل اول شي راح يسوي راح اختار صورة العين اختارها وين في اي مكان جوجل او اي موقع ثاني عندها خاص للصور بالنسبة لي انا اختار موقع بنترست او تطبيق بنترست احب هالتطبيق عشان الصور عنده فيها فكار واشياء حلوة فاختار عند الباحث وبكتب ايه فوتوكرافي انا كتب باحثة من قبل فهي تطلع عندي اشكال كثيرة بالنسبة لي انا بختار شكل انتو اختار اي شكل عين تبقونها في اي زاوية للعين اي نوع تبقونها راح تقدرون ترسمونها بطريقة الشرح اللي راح اشرحها بس اهم شي تكون تركيز على العين واضح الصورة جوداتها عالية ما تكون فيها تمويه او فيها شوي يعني فانا بختار هذه الصورة راح اسوي لها سايف او داونلد امش بعدين برجع لالبوم الصور هنا نجي عند اهم نقطة راح اسويها لما اختاروا الصورة هذه انا عبقاها اهم شي اهم شي راح اسوي اني لان انا راح ارسمها بالرصاص او بالفحن او بالالوان اللي تكون لان ابيض واسود مش بالوان نفس هذه الصورة كذا يعني لانها فيها بيج وفيها الوان كذا لا اذا كنت برسمها مش بالالوان فانا اسوي لها تعديل عند الادت اما اعرف الجوالات الثانية التطبيقات الثانية كيف تعديل للون بس انا استخدم ايباد فعند الادت في هنا خيار تعديل الصورة انا احب هذا النوير نوير مد ايش ينطق عند هنا الافتح من السواري شوي احس انه درجات الظل مش واضحة كثير افضل شي هذا انه يعجبين راح اسوي هنا حدا كذا هذي راح اشتغل عليها تكون عندي درجات الظل والنور واضحة اكثر من لما تكون الصورة ملونة يصير تشتت عندي ما اقدر اميز مناطق الظل والنور العين تشوف الفو الوان تشوف اشكال تشوف يكون زحمة فلما نسوي لها تعديل نخليها ابيض واسود هذي اسهل طريقة خلينا نحن نركز اكثر في التضليل في الدرجات الظل والنور راح استخدم برنامج هو اللي يكونني شبكة التربيع في تطبيقات كثيرة وبرامج كثيرة تسويهم الشبكة التربيع بس انا افضل هذا النوع هنا اضغط على صورة الكاميرا راح يفتح لي الالبوم اختار الصورة لانا ابقاها ويسوي لي الشبكة طبعا اقدر اتحكم في مقاس المربعات الموجودة لما نضغط هنا عند الخطوط هذه وعند الرو لما اسحب مثلا يزيد العدد فهذا راح يصقر لحجم المربعات الحجم المربعات الصغيرة تعطيني اكثر دقة وكثر رسم يعني انا احسن انه صعوبة اني لما اجي بارسم مربعات كبيرة ان كل مربع راح يكون اختار ارسم يعني راح ارسم شي كبير فيه فانا اكثر على المربعات حتى تعطيني مساحة اصغر وتكون دقيق معي للمبتدئين انا افضل انهم يصقرون المربعات عشان يكون ما يكون صعب عليهم بس مو صغير كثير يعني يكون زحمة يعني من عدد تسعة تطعش على حسب حجم الصورة كذا اوكي بالنسبة لي انا اولا يحس انه فيه سهولة سهل عنده انه يرسم مربعات بحجم كبير اربعة تقريبا كذا اوكي وما ننسى الترقيم هنا اي بي سي دي كل مربع من فوق بالحروف ومن على الجوانب او نعكس او اي ترقيم نبقي اهم شي يكون في ترقيمات عندنا هذا البرنامج كيف اني اطلع الترقيم هذا اضغط عنده المود ان اضغط اختار هذا الخيار اخر واحد فهي راح تطلع معام لما نضغط نطول على الصورة يطيني نحن نحافظة لدينا الصور لان نرجع في الالبوم الصور بنلاقيها موجودة بالنسبة لناع الورق او كراسة الرأس اللي راح نستخدمها انا عندي مليون نار وشكل ولون ايش اللي راح اختار بختار الرسم عادي سكتش مكتوب عليه علشان الاقلب اصلا عنده سكتش وانا ارخص الانواع هذه من الماركة ديروينز تقدر تستخدموا من اي نوع اي نوع انا هذه كراسة احبها كراسة ترسم مرسم الرسم بس انها الورقها ناعم فحلو للبستيل قادش اخبط فيها فيها رسمة حلوة فيها الرسمة ثانية بعد حلوة النعومة لها الورق حلو فقال انا اجرب شغلات اما كمبتدئين وانا اشرحي طبعا هذا حق المبتدئين اي كراسة عندكم استخدموها بس يهمني شوي في نقطة حلوة انه يكون الورق شوي 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 سميكي يعني مو خفيف كثير لان المبتدئين راح يمسوحون كثير راح يضغطون على القلم كثير الورق اللي يكون سمكة السمكة كذا يعني يكون كل مكان قوي شوي راح يتحمل الورق معاكم افضل من يكون مثل ورق A4 للطباعة الورق مع راسه مرة مرتين راح يتمزع معاكم او يصير يتروح الطبقات من كثير الماسح اللي عنده زي هذا طبعا هذا النوعية كان الاصدار القديم لها هذا بس القلاف غيره ولا الشركة هي نفسها مكتوب عليه سكيتشينج دروينج بيبا سكيتشينج يعني حكي الاشياء السريعة الرسمة اللي مش يعني انا اسمي اذا كنت ما راح ابيع الرسمة فاستخدم ورق سكيتش يكون وسط مش محفر كثير ولا انه هو ناعم كثير سعره رخيص سنجي كيف انقل المربعات هذه للورق يعني ممكن يكون عندي ايباد يكون عندي جوال في حجم صغير والورق عندي كبير كيف انقلها هنا في فكرة بالنسبة لكيف انقل الصورة الموجودة عندي في الايباد للورق او مثلا لو كان عندي جوال مش ايباد اول شي لو كان عندي مثلا ايباد او لابتوب او ابي نفس المقاس فانا باخر مصطرة اختار مصطرة وباشوف الاطار يعني بداية الصورة لنهاية كم مقاسة انا عندي هنا مقاسة 18 فباخذ بالورق واحدد قياس 18 من هنا الى هنا بس احط مقاط هنا 18 هنا الصفر اجيل الطول وقياسة من بداية المحل المساعدة اللي هي قصة كان الصفر هناك الى لما نعطاني هنا 16 ووحط هنا نقطع من عند الصفر hingوى 10 بدون ما اوصط ابدا اننا اللى وصط رح تطلع عنديك خطا ليه لانا الاخان بقى ان الخط Billy هنا والحطلми هنا عشان يكون متوازي هذا مع هذا وهذا مع هذا فلازم انه اتأكد انه هذا مثلا طولة 18 هذا طولة 18 بالضب فبحط من عند الصفر الى 18 احط نقطة وابتدي هنا اتأكد هذا عطاني مقص كم؟ 13 لا في ميلون احاول اني اوزن معنات النقطة 18 هنا تكون فاقير مكانها اللي كانت خطأ فهذه اوكي 18 الان حين صارت هذي 16 نفس اللي قابل هذي 18 احين ابتدي اوصل اوكي بعض الحين راح تكون ممكن تحسونها ميل بسبب انه الحدود للورق مش نفس انا يعني احنا ما وزننا الحد هذا نفس الحد ما فهمتو يعني مفروض انه اللي يحبون مرة توازية على نفس الورق فبراح ياخذون كده عشو ياخذون قياسات طيب وبعد هنا نجي نختار مربعات كيف نرسمهم شوف العدد لهم 1 2 3 4 5 6 او الطول 18 او 6 تقسيم 18 فبعدينها الطول المربع الواحد ثلاث سنتي هنا الحزب الرياضيات او برقه سهله يعني بيصير كل مربع حجم ثلاث سنتي في الطول وفي العرض فراح نقسمها ثلاثة ستة اي نضرب جدول ضرب ثلاثة تسعة ماش خمسطاش كمانطاعش ما اوصل نفس الحركة انا راح احط النقاط تحت عشان تكون موزونة بالخطوط ثلاثة 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 ستة تسعة معاش ووصلنا بينهم اهم نقطة راح اسويها الحين اني ما اوصل وانا اضغط القلام على خفيف ودرجات الرصاص تكون درجات الفاتحة درجات ال H و H كل ما فتحنا افضل وبرضو ما اضغط علي لان هذه الخطوط راح امسحها وراح اضلل يعني باستخدم تضليل فوضها لو اني ضغط راح اجيب العيد طبعا انا هالشي اشرحه كتير وانبه علي كثير في الدورات عندي نرسم بالرصاص المبسلين بدون ما اضغط عليها ايها خاص تكون كده واضحة بالنسبة لي كده نرسمت شبكة التربيع نجي عن الترقيم اهم شي اني يكون الترقيم الموجود في السطورة نفسها بالضبط يعني لو كان هنا A B C وهنا كان 1 2 يكون نفس الشي لو قلت في توازن الخطوط هذي يعني حطت هنا نقطة وما حطت هنا ووصلتوا بس وكانت مايلة او الاطار كان مايل مستحيل تطلع الصورة من الطابق الاصلية فلازم نتأكد انه تطابق الاصل فحاليا اللي حاب يكبر الصورة فضل انه يطبعها بحجم اللي يبينه الورق بالضبط ويحطها جنبه ويسوي نفس الاطار ونفس الخطوط لنشرح طريقة اكثر طريقة كيف التكبير الآن نجي كيف نرسم كل مربع أو نرسم مربعات داخل الورق نشوف نبتدي بالدور ما نبتدي عشوائي ابيمين يسار يسار يمين فوق تحت ما هي مشكلة بس ما ابتدي من النوص فلنبتدي فوق يمين تحت لذا رح يكون في تشتيت خصوصا الصورة اللي تكون مربعات كثيرة فابتدي بالدور واتأكد حب حبها انها صحيحة يعني ممكن احط زي كده الورقة من قبل بعد خصوصا لو كانت بالضبط القياسات فعندي زي كده جايين على بعض انا افضل زي كده دائما المتدربين عندي اسوي لهم هالحركة اللي كنم موجودين معي حضوري انهم يتبتون الصورة اللي يابن يرسمونها وفي المربعات تكون تحتهم او جامبهم على حسب اللي يفضلونهم عشان ما يكسر تشتت فنبتدي من المربع ايوان ونشوف هنا خط بسيط بالضبط نرسمه ومن اهم شيء انما اضغط على القرم واستخدم درجة فاطحة اتش 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 وابتدي من اللي جنبه هذا الرموش انا ما افضل ارسم الرموش ابدا ابدا بعد الاقلب الرسمية انا اشوفهم يرسم الرموش بس انا راح اظل للمنطقة وانا واسم الرموش فيتصير زحمة فانا المناطق اللي فيها الرموش اسوي لها اعديها هذه فيها الرموش ما فيها شيء اغطاني انزل تحت برضو هنا كلها رموش بس عندنا هنا حد العين في البيتو البيتو سوات معينا من البيتو في كده منحاني من عند الزاوية شوي مايل مش كتير مش جاي هنا شو كير قريب شوي زي كده متأكد في المساحة اللي هنا هنا بس اذا انا احس صعوبة اني اقدر في اخر بسطرة واشوف القياس كام تقريبا واحد صانتي هنا واحد صانتي تكون بعدين اجي يعني انزل تحت او انا اجي لليمين انا راح انزل تحت عشان كلها في الجهة اللي بي راح اخلصها فعندنا عند البي ثلاثة في شوي نزله بعدين يستخد منحانة كده وبرضه في النص احنا اخلصها اسود هنا ابيض فصير بالنص عادي اخطى وامسح بس ما اضغط على الجهة ابدا انزل اكثر عند البي اربع جاي كده فانا مثل ما قلت اذا كان هنا انا مش عارفة كيف قد المسافة اللي انتهي فيها فاقيس تقريبا نص فانا امزل فيها طريقة القياس بالشبكة طريقة القياس شوي متعبة انها في البداية بس متعبة بس ان انتيجة بطلة وانا انا دائما اقول ان شبكة التربيع ما تطور الفنان ما ينفع كل انواع رسمات ارسم شبكة التربيع انا كان انسخ بس للمبتدئين حتى المحترفين استخدم شبكة التربيع بس انها بشكل اقل مثلا لو نرسم نبيها واقع 100 مية اما اذا نبي نرسم لا من خيالنا او ان فيها تقيير ملامح او انها يعني مثل نقول رسمات سريعة وبعض الرسمات ما تحتاج شبكة التربيع احنا نستخدم قياسات ثانية مثلا شبكة التربيع اقل تكون مثلا محاور او فيه اشياء كثيرة انا تكلمت عنها في الدورات اللي انا اقدمها بتقدرون تطلعون على الموقع او اذا حابين تجتلكون تتعرفون على انواع ثانية القياس غير شبكة التربيع او انواع تبحثون اللي حابين ان تتسوينا فابتدي اكمل عندي سي نلاحظ في قوس هنا احنا قلنا الرمش ما راح نرسمهم بس في عندي قوس او اضح الصورة او لا كده القوس جاي من النهاية قوس جاي من النهاية قوس جاي من النهاية قوس جاي من النهاية بس نلاحظ انه ما يصعد كثير فها نفس الحركة اقدر اجيب مصدرة واشوف كم الغياس اللي راح اصعدها فانا يعني ان استخدم كثير غياسات طريق ثانية فانا اصلا حتى بدنا شبكة تربية اقدر ارسم لي العين انا رسمها بسيط ماهو بصعب الصعوبة دائما في شبكة تربية احنا ما قلت في رسم الفورترية في رسم الجي تكون كامل احنا نجي هنا ندين بي لما ننزل تحت هنا في اللامة وفي خطوط رموش في هنا دائرة تحسون فاوضى وفي الزحمة الخطوط الرموش ما نرسمها حتى اللي موجوده في العدسة الخطوط التفاصيل من هذين التفاصيل هذين النقاط في خطوط هنا نرسم الحجم الكبير الشاي الاساسي ماهو اللي عنده يتفد المربع شي اساسي اللي هو مربع بي اثنين بي انا اجي ماهو انا في الاساسي لدي هذا الاسود ملحنة هذا الاسود جاي من هنا الى هنا وشي الاساسي فيه برضو عند هذه الدائرة الفاتحة اسود وفيه دائرة ثانية نصد دائرة اسود قامك ذي يعني الشي الكبير البارز في العين التفاصيل هذه ما نرسمها نرسم هذه جاي كيف الدائرة الجاية جاي من هنا الى هنا اتأكد اني ارسمها دائرة طبعا كيف اني ارسم دائرة متوازنة بشكل مرتب بحالسهولة في فيلها تمارين كثيرة انا تكلمت عنها في الدرس الاول الدورة المتجينة بالرصاص ما راح اشرحها الى حين فاني حابب يشترك في الدورة راح يستفيد كثير معلمات كثيرة انا اتكلم عنها وارسم الدائرة هذي كيف وين مقاصها وين مكانها اتأكد انه بالضبط جاي نفسها نأتي للمربع الثاني نرجع دي انا بدلت شوي بس عشان كنت ابي اشرح الفكرة اللي هنا عشان ما يصير طويل الفيديو على ما ارسم عن الراحة نجي نفس الشي اللي تحت دي اه ثلاثة نفس الفكرة هنا دي المربع في زحمة تفاصيل في خطوط لا 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 معين من الخطوط الاشياء علينا من الشي المهم الاساسي الكبير اللي احنا نشوف هذا الخط والخط الثاني الابيض راح ارسمها واتأكد ان المسافة نهاية المربع يعني من هنا لا هنا هنا يتدي لقوة سهر بعدين الابيض ومن جاي من هنا الاسود الى كده طب بدل ما احتاج ارسم تفاصيل الفكرة كلها نفس الشي فما احتاج اني اسود كثير وانا ارسم ممكن اسرع الفيديو مثلا هنا عندي المربع السي اتنين متأكد شوفه في عندي رموش ما راح ارسم الرموش هذي راح ارسم الغوص لهم كده هنا الميلان هذو راح ارسمه سيأتي من عند الدين او السيني نهاية هنا من فوق لما ينزل بتاعت عند الاثنين كده المسافة كلها هنا رموش ما ارسمها وفي قط طاني اللي هو ايش اسمونا جفن لا مش جفن ما ادري هذا اللي هنا جاي كده وبرضو جاي العدسة تكملات العدسة اللي يضعون يقدرون يكبرون الصورة جزا جزا مربع يرسمون شايتأكدون انه في اشياء هنا مثلا منحنة جاي في الدين نشوفها لا تتوقعون انها تخلصونها في ساعة واحدة او في دقيقة واحدة تاخذ وقت وعادي احنا نخلي يوم يومين ونرسم به نتأكد من الاخطاء ما لازم نخلص احنا الرسمه بسرعة كل الفنانين شي استنتعون فيه ما يبون يخلصون الرسم في دقيقة واحدة اللي يريد يخلص الرسم في دقيقة واحدة هذا بس يريد يخلص ما يريد يستمتع الرسم اللي هو يسويه راح تحسون ان الرسم شكلها قريب يعني لما تخلصون منها تقولون ان لا ما كان هنا نفس الصورة او فيها شي فيه خلل مدري ايش طبيعي لعنا احنا قلنا نرسم اشياء الرئيسية الاحجام الكبيرة مثل ما قلنا نرسم التفاصيل ما راح نرسم الرموش نخليهم بعدين فاحنا يهمنا انها اوكي الاشياء الكبيرة اللي سويتهم مضبوطة القياسات خلاص الرسمة لا مضبوطة بس مع التضليل بعدين مع الرسمة التفاصيل راح تكون رهيبة فخمة بس يهم انه في البداية تكون الرسم جدا دقيق يعني اتأكد من القياسات من كل شي اوكي مضبوط اوكي مضبوط ما فيه اي خلل الماء دماع هنا فيه بياض فانا الاشياء الكبيرة مثل ما قلت بح ارسمها اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر